وقد أقام جلالة الملك محمد السادس ماذبة غذاء على شرف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز والوفد المرافق له ترأسها رئيس الحكومة عزيزة خنوش وحضر هذه المأدبة على الخصوص وزير الشؤون الخارجية الإسباني خصي منويل البريس وباقي عضاء الوفد المرافق لسانشيز ورئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي ووزير الداخلية عبد وافي الفتيت ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج نصر بوريطة وسفيرة البغرب بإسبانيا كريمة بن يعيش